أفشلت إيران عملا تخريبيا إسرائيليا داخل أراضيها نفذ بثلاث مسيرات صغيرة أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نفت حدوث أي هجوم أجنبي على إيران فيما لفت المسؤول في الجيش الإيراني بأصفهان العميد مهين دوست إلى أن الأصوات القوية التي سمعت شرق أصفهان ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشكوك فيه وأنه لم يجري تسجيل أي خسائر أو أضرار